هذه هي معنى الأحرف السبع صاحبنا حط رقابته تحتينه ووقع في ملعب ما بيرحمش لأنه الملعب بتاع القرآن صدق الله العظيم إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون ده تطاول على القرآن الكريم كان من وقبي ومن العلم والأدب اللي احنا تربينا عليه واللي احنا تعلمنا عليه أنه أي واحد يقع في كتاب الله عز وجل يخطئ في كتاب الله عز وجل يروح يشرح حاجة والله العظيم غلط صعبان عليه والله يتصعبان عليه والله يا يوسف يا زيدان انت صعبان عليه واللي اكتر صعبان عليه اكتر منك عمورة عمورة اللي استضافة لأنه ايه كان مطنطن ومشاهيص على الآخر معاك ومعتقد انه فعلا احنا اكتفينا بحرف واحد يعني بلغة واحدة وكل تفسيرات القرآن غلط علشان اتفسر باللغة دي يا عمورة والله والله غلط ما ينفعش كان لازم كده ايه تجيب حد متخصص بالحق بالفعل في الثقافة القرآنية وبعلم القرآن يا راجل يا راجل ده احنا بلد القرآن الكريم ايه نعم والله نزل القرآن في مكة لكنه قرئ بمصر يا عمورة الم تسمع هذه من قبل انا والله ابدل لعك لانه ما فيش خصومة بيني وبينك هي خصومة علمية مش خصومة شخصية لما يحصل خطأ ارد عليه بالعلم مش بالتحيز مش عشان انا بكره فلان او بحب فلان اقبل منه او مقبلش لا العلم هو اللي بيمشي على رقابنا جميعا نزل القرآن الكريم في مكة المكرمة وقرئ بمصر وكتب بالشام فخلي بالك انه انتوا لعبتوا في ملعب صعب جدا 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 وهو ايه وهو ان انتوا بتشرحوا للناس حاجات والله صعبانين علي انتوا لاثنين ولله صعبانين علي انتوا لاثنين انه انتوا تشرحوا للناس حاجة غلط غلط مسلاabsh علاقة خالص مسلاabsh علاقة بالعلم له من قريب ولا من بعيد القرآن الكريم نزل مين اللي كتب القرآن يا جماعة مين اللي كتب مين اللي كتب القرآن هو قال إن القرآن ده بعرفش مين اللي كتبه حاجة كده حاجة تخليك تبقى قاعد مكسوف مكسوف إن عندنا مسقف في مصر بابية ثقافة ضحلة والكارثة إنه يتعرض له برنامج كبير قوي يقعد مطنطن كده ومشاهيص وقاعد خبه المصايب دي مصايب والله خبوا البلاوي دي عشان ما تفضحوناش الله يرضى عنكم ويصلح لنا خبوا الحاجات دي ما تظهرهاش دعيب والله دي سوءة علمية كبيرة خالص اللي كتب القرآن الكريم سيدنا زيد ابن ثابت هو اللي كتب القرآن الكريم كتبوا إزاي؟ كتبوا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لما الآية تنزل احفظوا دي عقدها ده قرآن اللي كتب القرآن واحد اسمه ثابت زيد بن ثابت فلما سيدنا زيد بن ثابت يكتب القرآن وراء النبي صلى الله عليه وسلم ظل الحال على ما هو عليه وكان مكتوب في السعف بتاع النخل والرقاع ووريقات متفرقة ظل الحال على ما هو عليه لحد ما جيه سيدنا أبو بكر فجمع سيدنا أبو بكر القرآن في مصحف واحد يعني جمع الرقاع والسعف بتاع النخل اللي كان مكتوب عليه القرآن الكريم ده جمعها كلها حطها في مصحف واحد لما سيدنا أبو بكر مات جيه بعد منه سيدنا عمر فضل معه الكتاب اللي سيدنا اللي هو القرآن ده هو اللي سيدنا أبو بكر جمعه فضل مع سيدنا عمر لحد سيدنا عمر ما وقع شهيد في المحراب فالمصحف ده راح فين بعد كده راح فين بعد كده المصحف ده راح ليه ستين حفصة بنت سيدنا عمر ثم وصلت مقاليد الحكمي إلى سيدنا عثمان ابن عفان فلما وصل المصحف ده سيدنا عثمان كانت الأمصار كل الأمصار يعني البلاد يعني البلاد كان كل بلد فيه مصحف مكتوب وكان المصحف ده البلد دي كانت بتقرأ القرآن بأصح رواية وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما الإسلام انتشر في كل مكان والبقع والأمصار تفرقت بقى فخيفة على القرآن الكريم من أن يحدث فيه تحريف وربنا بيقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظهم فجيه سيدنا عثمان قال إحنا عايزين نجمع كل المصاحف اللي موجودة في كل الأماكن دي وفي كل البلاد ونراجع المصاحف دي ونطبع مصحف واحد يتفق ويجتمل على هذه الأحرف السبعة فجاب سيدنا مين سيدنا زيد بن ثابت اللي كان بيكتب القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شئه كان سيدنا زيد من كتاب الوحي لأن سيدنا عثمان بن عفان كان أيضا من كتاب الوحي سيدنا عثمان نفسه كان من كتاب الوحي كان يكتب الوحي وراء رسول الله وعشان كده لما جيه سيدنا عثمان المنحرف الضال اللي قتل سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه لما جيه يضرب سيدنا عثمان بالسيف سيدنا عثمان رفع إيده عشان يتفادى الضربة بالسيف ما تنزلش على رأس سيدنا عثمان فقطعت إيد سيدنا عثمان السيف قطع إيد سيدنا عثمان ففضلت إيد سيدنا عثمان شبطة على حتة لحمة بسيطة جدا فلما فعل بسيدنا عثمان الراجل مش الراجل هو ليس رجلا هذا المنحرف الضال لما فعل بسيدنا عثمان ما فعل سيدنا عثمان نظر إلى يده لما قطعت وقال سبحان الله تضرب هذه الكف وهي أول كف كتبت المفصلة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيدنا عثمان كم من كتبت الوحيد فسيدنا عثمان جاب مين جاب سيدنا زيد بن ثابت وقال له نكتب بقى إيه المصحف على أن يكتب بلغة تشتمل هذه اللغة جميع الأحرف اللي نزل بها القرآن اللي هي السبع أحرف اللي لازل بها القرآن وحتى لا يحدث أي تحريف في القرآن الكريم فهمته يعني إيه؟ لأنه هو بيقولك ده المصحف العثماني ده معرفش مين ده عثمان الخطاط اللي كتب القرآن يا عم عثمان الخطاط ده يا جاهل عثمان الخطاط ده كتب المصحف في الخمسينيات أو ستينيات إنما أحبب تكلم فيه سيدنا عثمان بن عفان الذي جاء بسيدنا زيد وكتب المصحف وقام بإحراق جميع المصاحف الموجودة اللي كانت مخالفة حتى لا يحدث اختلاف في القرآن الكريم وحتى لا يضيع القرآن الكريم بهذه الصورة والفتنة وقعت وماتت تماماً بعد كتابة مصحف سيدنا عثمان اللي كتب سيدنا زيد بن ثابت